استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية عبدالله علي لحيا في قصر السيف أمس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة الصديقة أوليفر دودن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حضر مقابلة معالي رئيس ديواني رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر المقابلة معالي وزير العدل وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية فيصل سعيد لغريب وسعادة مدير عام بيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد سليمان العازمي التقى وزير الخارجية عبدالله لحية أمس مع نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إرلندا الصديقة أوليفر داودون بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت والتي تأتي احتفاء بالذكرى المائة وخمسة وعشرين لإقامة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطور تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث آخر المسجدات في المنطقة وتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي أعرب وزير الشؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية المشتركة والتعاون الاستثنائي مع المملكة المتحدة وجاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ محمد العبدالله في إطار حفل سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة لإقامة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وبحضور نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيلندا الصديقة أوليفر دعدون ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية مائة وخمسة وعشرون عاما من العلاقات الوثيقة والوطيدة جمعت دولة الكويت والمملكة المتحدة في إطار من الصداقة المتينة ليكون عام عشرين أربعة وعشرين عام الشراكة الكويتية البريطانية بامتياز أننا في الكويت نستذكر ببالغ الاعتزاز تاريخ علاقات استثنائية بين بلدين وإيمانا بأهمية هذا الحدث التاريخي فقد قررت حكومة البلدين بشكل مشترك اعتبار عام الفين واربا وعشرين عام الشراكة الكويتية البريطانية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش الزيارة الرسمية لسيدي حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه إلى المملكة المتحدة الصديقة حينما كان سموه وليا للعهد إن تطور ونمو العلاق الخاصة بين بلدين في كافة المجالات رسختها المواقف التاريخية وعمقها التضامن المشترك لا سيما فيما يتعلق بحفظ أمن واستقرار دولة الكويت ودعم ازدهار البلدين وتتجلى خصوصية هذه العلاقة بالتبادلات الرسمية والشعبية في شتى المجالات وتأتي زيارة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة لكل الشعبين الصديقين حيث شكلت مناسبة لتسليط الضوء على مختلف أوجه التعاون بين البلدين العلاقات الدبلوماسية لا تختصر القصة الكاملة بين بلدين فنحن نحتفل في الحقيقة هنا بصداقة المتينة التي تجمعنا فإن العلاقات تعود إلى عام 1700 عندما تشارك كلا البلدان في علاقات التبادل التجاري التجارة والاستثمار شكلوا القلب النابض لعلاقات ثنائية فبعض الشركات البريطانية الذين التقيتهم اليوم في الكويت متواجدون هنا منذ الأربعينات وإن مكتب الاستثمار الكويتي تأسس في لندن منذ عام 1953 العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة تتجلى في العديد من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية تاريخنا في مجال الأمن والدفاع معروف وعلاقاتنا تمتد على مدار عقود طويلة حيث تجلى دعم دولة الكويت للمملكة المتحدة في العديد من الجوانب كدعمها لجرح المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى عندما كان اقتصادنا يعاني ونحن في العام 2024 نحتفل سويا بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية بين البلدين كلمات الحفل ركزت على جوانب الشراكة والتعاون بين دولة الكويت والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة والتي امتدت على مدار عقود من الزمن في إطار من العلاقات التاريخية الراسخة والمتجذرة جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت تلفزيون دولة الكويت